ترجمة نانسي قنقر أنا التي نشرت له منشورات في صفحتي الرسمية هذا دليل على أنني لست متعصبة وأنني آخذ من كل المنابع وآخذ الحكمة واللوم من أفواه المجانين فأنا كتبت له ونشرت له في صفحتي وحتى فيه هجوم يعني حتى على كلامك فيه هجوم من طرف البرباريست الذي أنا أتكلم عنه أنا لا أتكلم ولا أهاجم ولست ضد الأمازيغ الأشراف نوزها أبناء الجزائر الأصليين والحقيقيين سواء كانوا عرب أو أمازيغ أو غيرهم باختلاف تواجدهم وجهتهم سواء كانوا توارق ولا كانوا قبائل ولا كانوا أنا منعت ابنتي من التحدث والتكلم بالأمازيغية أعفوا ليس بالأمازيغية وإنما بالقبائلية المفرنصة منعت ابنتي من التحدث وكنت فعلا أكلمتها بطريقة صعبة وتعمدت أن أقول ما قلت لها وهذه طريقة كنت أقصده حتى لا تأخذ البنت هذه اللهجة القبائلية لأن الآن لا يوجد لغة طالما لم نجتمع نجمع كل اللهجات وبالطريقة المتفقة عليها فليس لم نصل بعد إلى مرتبة اللغة يا سيد فراد أيضا هنا ما عندنا لغة أمازيغية حتى الآن هي عبارة عن لهجة التي فوردت الآن على الناس هي لهجة قبائلية مفرنصة هذه اللهجة القبائلية المفرنصة أنا طلبت من ابنتي أن لا تتكلم بها وما زلت أطالبها بذلك وأرفض أن تتعلم ابنتي أو غيرها من الأطفال أن يتعلموا هذه اللهجة القبائلية المفرنصة إذن أنت لست ضد اللغة الأمازيغية إطلاقا كيف أقول لست ضد الأمازيغية بالعكس أنا ممن شجعوا وقالوا لابد أن نطور تراتي أولا لست ضد الأمازيغية أنا جوني الناس جوني إلى المكتب سيئرسكي سبحاني قالك طريقة مروع طريقة مروع المروع ما كان يقوله المروع أنه تجاوز عن الأخطار الحقيقي التي تحوط بالجزائر وبهوية الجزائر وبدين الجزائريين ويتكلم عن لفظ أن نحن نتعامل به في كل الحالات وفي كل أيام عادي ولا نقصد بها نقصدها الأمازيغية أنت تقررين بوجود لغة اسمها لغة الأمازيغية كإن لهجات أمازيغية لم تتوحد لتشكل لغة أمازيغية هذه اللغة الأمازيغية التي أريد لها أن تفرض علينا هي لهجة قابلية مفرنصة نحن مش هذه هي في الدستور اللغة الأمازيغية لغة رسمية وطنية لغة رسمية وطنية موجودة في الدستور هذا الكلام لكن متى شوف المواد ما تقول بعد تطويرها بعد تطويرها لما نطوروها ولما نوحدوا اللهجات الأمازيغية ويتفق كل الأمازيغ على تلك العصارة عصار تلك اللهجات ويوافقوا عليها ثم نقولوا عندنا لغة رسمية هذا ما نص عليه الدستور نقلع نص الدستور نعود لكلام آخر أنه يقول الشاوية يقول التوارج ويقول الشلحيين وكل الناس اللي هم أمازيغ لما حضروا الاجتماعات يديروا هذه اللهجة اللغة اللي قلنا باش نوحدوا هذه اللهجات ونخرجوا منها عصارة اللي هي اللغة الأمازيغية ضربوهم وعنفوهم ومش هكا برك إنما يريد تستدعوا هاد الناس ويتهضروا معاهم هنا في البلاتو وين قال لك دارونا أكل مسمم يعني صارت لهم تكسيكاسيون ولا في المستشفى باش ميكملوش يعني شي خاطر هاو الخاطر المفجع يا سيد فراد يا أكاديمي كنت أحترمك لكن فجأتني وفجأتني وفجأتني اليوم